وفي محافظة نينوى أيضاً ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية اللي هو سعد معاً أن فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على أوامر إلقاء قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين لقي القبض على ستة عناصر من إرهابي داعش المطلوبين قضائياً الذين كانوا يعملون فيما يسمى بديوان الجند أحدهم اعترف بأنه كان مسؤول علوة تل عبطة أيام سيطرة داعش على الموصل وأوضح اللواء معاً أن عملية اعتقالهم تمت في مناطق حي الزهراء والخضراء وحي الإخاء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل اشتركوا في القناة